سيد أسامة حبينا نعرف الخشب طبعاً هو من الموارد الطبيعية والناس بيفضلوا استخدامه في الديكور تحديداً بس ممكن أن البعض يجهل إيش أنواع الخشب اللي بتناسب الديكور أكثر نعم بداية الخشب عنصر مرة أساسي في الأثاث في الديزاين في التصاميم فعندنا أفضل أنواع الخشب اللي هو خشب الزان خشب السنديان المهوغوني وطبعاً أشهرهم الألواح الأمديف وفيه كثير أنواع بس نحن نتكلم عن الشي السائد والمتوفر دايماً عند المواردين خلينا نعرف أيوم أكثر استخداماً في المنزل ذكرت أنواع خشب طبعاً ما حقدر أحفظها بس أعرف منها الخشب الامديف اللي بيعاد إعادة تدويره مرة ثانية وبيكون سهل وسلس في الخشب المهوغوني أيهما أوفر وأيهما أفضل استهلاكاً في المنازل سواء كان للأرضيات للأبواب وأيضاً للديكور الموجود للغرفة أو المنزل بالكامل نعم شوفي بالنسبة للخشب يستعمل أي نوع من الأسماء اللي ذكرناها على حسب الاحتياج فمثلاً في الأثاث يفضل دايماً استعمال خشب الزان لأنه بيتحمل وصل بنسمع بالسوليد وود فالخشب الصلب اللي هو خشب الزان والسينديان أيضاً حسب المصمم يعني بيوضع بيقرر نوع الخشب على حسب الكطعة سواء إذا قاعد يشتغل شيء للأثاث أو قاعد يشتغل كلادينغ في الجدران بناءًا عليه بنقرر نوع الخشب هذه واحدة من الأسباب الشيء الثاني عندك حسب اللون الخشب ألوان كثيرة البني، الفاتح، الغامق، البيجات، الأوفوايد يعتمد إذا كان مثلاً اللون بني فنتجه مثلاً للزان والسينديان لأنه بتبين العروق الطبيعية فيه وطبيعة الخشب لما يكون الخشب بينصبغ بألوان ثانية أبيض، أوفوايد، أي لون زي غرف الأطفال مثلاً ممكن تسوي أي ألوان ساعتها بنختار الـ MDF لأنه ممكن يتلبس عليه قشرة طبقات تنحط عليه أو ينصبغ بالمواد المتوفرة فإذن اختيار نوع الخشب يعتمد على وظيفته في المكان وين ستوظفيه وإيش هو الستايل كمان اللي حينطلبه ترجمة نانسي قنقر